أعزائي التلاميذ، أهلاً وسهلاً بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان أنشودة الماء. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم، أولاً أن نقرأ الدرس قراءة صحيحة بمراعاة التلوين الصوتي المناسب. ثانياً أن نشرح مفردات الدرس الجديدة، فهيا بنا لنبدأ. بعد أن تعرفنا أصدقائي بواجب ناتجها الطبيعة وكيف نحافظ على الطبيعة، اليوم محور درسنا عن شيء مهم في الطبيعة وهو الماء. فعنوان هذا الدرس هو أنشودة الماء. أعطني الماء وخذ مني الذهب. ليس كالماء مثيل إن عذب. أنت حي منه بل تحيا به. وكلانا ميت إذ ما نضب. فهو في الأرض حياة إن جرى، في عيون إن أقلته السحب. وهو أغلى عنصر في كوننا، ليس مثل الماء في الكون النشب. حبذ الماء إذا الماء جرى، وهو صاف كشعاع وانسكب. طبعا أصدقائي في هذه القصيدة، الشاعر يتحدث عن الماء. وطبعا هو أغلى وأهم من الذهب. حيث أن الشاعر يقول أعطني الماء وخذ مني الذهب. فليس كالماء مثيل إن عذب أي إن كان صافيا. فنحن نحيا به ونحيا منه. فإن لم يكن الماء موجودا فنحن نموت. ففي الحياة هناك الماء، وللحياة هناك الماء. طبعا ونحن نموت إذا ما نضب، ومعنى نضب أي قل. فهو في الأرض حياة إن جرى، أي إن كان يجري في الأرض، طبعا كناية عن البساتين وما إلى ذلك. في عيون إن أقلته السحب، ومعنى أقلته هنا، هي أقل أي حمله ورفعه. فهنا إن أقلته السحب، أي إن كان في السماء محملا بالسحب، وأمطرت الدنيا، فهنا تزهر الأرض بالحياة. طبعا وهو أغلى عنصر في كوننا، حيث أنه ليس كالماء في الكون النشب، ومعنى النشب، أي الماء والعقار، فهو حتى الماء والعقار، أي البيوت وما إلى ذلك، ليست كمثل الماء في أهميتها. وحبذ الماء إذا الماء جرى، وهو صاف كشعاع وانسكب، ويا ليت الماء الذي يجري، هو يكون صاف كالشعاع الذي ينسكب. حيث يلف الماء، كانت خضرة، وحياة وحضارات عجب. تصحر الجنة لولا نهرها، حمدنا لله مجريه وجب. لم تكن واح بصحراء إذا لم يكن ماء ولا كان الرطب. لبن الإنسان والأرض بدى سائلا يطيب يروي من شرب. وهو غاز في السماء صاعد للعلاء والحرارة السبب، وله بالشكل شكل ثالث، فتراه جامدا فيه العطب. طبعا هذه القصيدة كانت من دواوين الكاتب علي زينة من دواوينه طبعا أغاني الحياة. فيقول الشاعر حيث يلفى الماء أي حيث يوجد. فمعنى يلفى طبعا من الفعل ألفى أي وجد. حيث نلفي أو نجد الماء تكون هناك خضرة وحياة. وطبعا الحضارات القديمة كانت تتركز حول الأنهار والماء. تصحر الجنة لولا نهرها أي أن الجنة طبعا وهي الحدائق والبساتين أنها تصبح صحراء بدون الماء بدون الأنهار. طبعا نحن يجب أن نحمد الله مجري هذه الماء وهذا شيء واجب. لم تكن واح بصحراء إذا. طبعا الواح هي جمع واحة وهي المساحة التي فيها ماء ونباتات في الصحراء. هذه الواحة لم تكن صحراء بسبب وجود الماء ولا كان هناك الرطب لولا الماء. والرطب طبعا هو الثمر قبل أن يصبح تمرا. طبعا لبن الإنسان والأرض بدى سائلا يطيب يروي من شرب أي أن هذه الماء بدت للإنسان والأرض وطابت له الحياة وتروي من شرب منها. وطبعا الماء له عدة حالات حيث أنه يكون غاز صاعد في السماء وطبعا يتبخر بسبب الحرارة. وله بالشكل شكل ثالث حيث أنه يتجمد في درجات حرارة منخفضة جدا. بهذا أصدقائي نكون قد أنهينا درس هذا اليوم. وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي. وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس؟ رجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.